كان بقى لنا يمكن فترة طويلة سنين بس الشهور الأخيرة ازداد الحديث جدا عن الحد الأدنى للأجور وتم الإعلان مؤخرا أنه هيتم رفع الحد الأدنى للأجور ويمكن ده بيتم للمتابع بشكل يعني دقيق للوضع الاقتصادي في مصر هيعرف أنه من بعد 2011 ازداد الحد الأدنى للأجور بشكل تراتوبي يعني أو بشكل تدريجي النهاردة كان فيه اجتماع مهم جدا للمجلس القومي للأجور اللي ترأسته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علشان تعلن على تأكيد أنه بداية من يناير المقبل اللي هو خلاص إن شاء الله بعد أيام 2022 هيتم البدء في تفعيل القرار الخاص بيرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص واللي هيكون 2400 جنيه النقطة المهمة اللي أكدت عليها الدكتورة هالة السعيد كمان في هذا القرار أنه قيمة العلاوة الدورية على الأجر التأميني أو اللي من الأجر التأميني هتبلغ نسبة 3% بحد أدنى 70 جنيه وهيطبق هذا القرار على كل منشآت القطاع الخاص شيء كويس ومبشر البعض بينتظر هذا القرار من سنوات البعض الآخر بيشوف لسه منتظرين أكتر لأنه دايما بنقارن ما بين قيمة الحد الأدنى للأجور بالدولار علشان نشوف نسبة يعني معيشة الفرد على مستوى العالم بنقسها بهذا الشكل لكن تطور محمود إلى حد كبير ما نقدرش ننكره المشكلة أو العقبة هنا اللي بتواجه تنفيذ هذا القرار أنه تم تقديم عدد كبير جدا من الالتمسات للمجلس القومي للأجور علشان يأجلوا تطبيق هذا القرار تحديدا عايز أقول لحضراتكم أنه 390 طلب فردي وصل المجلس و2855 طلب من 22 قطاع بيطلب الاستثناء أو تأجيل تنفيذ هذا القرار مش بداية من يناير وطبعا كلهم من القطاع الخاص ليه؟ لأنه عندهم تعثرات مالية بسبب اللي حصل في جائحة كورونا السنتين اللي فاتوا وللازالت تتبعاتها مستمرة وبالتالي بيحاول أنهما يطلبوا من المجلس القومي للأجور الاستثناء أو تأجيل تنفيذ وتطبيق هذا القرار لغاية ما يبدأوا أنهما يعني يستعيدوا طاقتهم الانتاجية بشكل كبير هيبقى السؤال هنا موقف العاملين في هذه الشركات طب زنبهم إيه؟ أن غيرهم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور ودول لأن التعثر المالي اللي في الإدارة للشركة مش قادرة أنها تطبق هذا الحد الأدنى أعتقد أنه المجلس القومي للأجور لابد أن يكون ليه موقف مهم وحاسم لتعويد كمان العاملين في هذه القطاعات أو هذه الشركات اللي ربما ما تستفدش من تطبيق القرار ده في يناير المقبل اشتركوا في القناة